عاد وسط البلد للنبض بالحياة مجدداً وعادت الروح إلى أسواق وشوارع المدينة بعد أن نفضت غبار كورونا ولو إلى حين فرحة وإن كانت منقوصة بسبب إجراءات حظر التجول التي تسببت بها كورونا لكن التفاؤل كبير بمستقبل أفضل نحن نترزق وغير نترزق ولكن هناك ناس ولا لدينا أي اعتراض ولا اعتراضاً على حكم الله عز وجل وإحنا منمشي للدولة وكل شيء اللي بدهم يا بس ما في ناس ما اقترعت الحكومة إحنا ما شئين مع الحكومة شوفت أمورنا يعني الحكومة إحنا معهم اليوم أول يوم بفتاح بس الأوضاع لسه تعباني والله وإن شاء الله أنا متفائل إنه خير إن شاء الله يعني إنه يصير فيه حركة بس الناس هلأ كلها رايحة على الأكل والشرب والأمور هاي أما قطاع تجاري وبيع ألبسة ولا أسواق أدوات منزلية وغيره الناس مش معتبرين هلأ أسيات أهم شيء الأكبر والشرب بالناس تجيبه الحياة شوي صعبة والظرف اللي احنا ما رأنا فيه هذا الشهر ونصف كتير صعيب والناس الله يكون بعونه شايفي من طلع الشتاوي ومن نزل للصيف يقعدين والربيع لقوم صاموا البلاي يجب أن نقول يا رب ونشتغل ترجع الأمور عادية والله كريم والحمد لله لرب نأمنى من هالبلاء نحمد الله ونشكر لرب نأمنى عن هالبلاء مشهد الناس في السوق في هذا المكان تحديدا له في النفس وقع آخر فرمزية وسط البلد ليست كغيرها من الأماكن البلد هسا حمد الله مية في المية وكل شيء مستقر يعني فيه ناس ما شاء الله فتحة فيه ناس بس حمد الله فيه أنا مشوف مهم مسافات بين الثاني والآخر يعني منتاز جدا الارب العمين مستورة بس كأوضاع يعني بلشت الناس بس تزايد الناس زيادة لزم بفيش في رقابة شوي الحمد لله رب العمين أحسن إشي أحسن إشي هيك كويس في ظل تراجع أعداد الإصابات الجديدة بكورونا بدأت الحياة تعود تدريجيا لطبيعتها وسط مخاوف من تسبب ذلك في موجة جديدة لتفشي فيروس كورونا أسامة بليبلي الحقيقة الدولية